الراديو تسعين تسعين هواها مصري كم مرة كده على السوشيال ميديا وبدأت اقرأ واشوف ايه موضوع شركة السعادة يا اخي حتى من اسمها حلو يعني اسمها حلو احنا معنا استاذ اندرو واجدي وهنتكلم هو دوره ايه في شركة السعادة وكل حاجة ولكن الاول عايز ارحم بيك يا اندرو من نورنا نور معلم معلم السعادة كل اخبار الحمد والله تمام انت عامل ايه انا كايز يا فلد يا انا مانور يا اقولي يا دوكتر اندرو بقى ولا الاول القول لان انت دوكتر اندرو بعد كده بقى خل البوساط احمدي اللي انت عايز ا اقولي يا باش انت مين بقى الاول انا دكتور سينان مصري اكدع فيس اطمح ان الحياة تكون احسن لكن اكتر من كده يعنى والله هتبقى احسن بالافكار الحلوة ا Those two things اектор رئيه الي بحكار افكار زي فكرة شركة السعادة الحلوة دي شاء الله ايه شركة السعادة بص انا هقول لك الفكرة الاول جيت زي بعد كده ليه تسميت فكرة شركة السعادة. الفكرة ان الاعلانات بتاعت العمل الخيرية زادت جدا جدا. اوي. اوي. اوي جدا. وفي ناس في الحياة دي بقى كل علاقتهم بالحاجة الحلوة ان انا بدفع بس. فالهدف كنا عايزين نعمل حاجة نقول للناس خالي بالكم الفلوس مش كل حاجة. انت ممكن تعمل حاجات حلوة كتير اول من غير ما تدفع ولا ماليم. بتعرف الجملة بتاعت الفلوس مش كل حاجة دي كان اخرى الافلام. احنا طبقناها. يعني واحد بتقدم لوحدة فتقوله الفلوس مش كل حاجة يا حبيبي. روح اناك يضطرد. دي حقيقة. احنا طبقناها بقى حقيقة المرة دي. اه عايزين نعمل حاجة. اه. بقى دي الفكرة. ليه بقى سمناها شركة السعادة دي كسة تانية. اوكي. اولا شركة عشان طريقة العمل بتاعتها. لان احنا اول ما بدينا. دي نكلم الجامعات كل جامعة فيها مؤسسة او اتنين كل فكرتهم ان هم يعملوا عمال خيرية. فقلنا لهم ايه رأيكم لما تيجوا تشتغلوا معنا. وكلنا نعمل حاجة واحدة هدفها البلد اللي نجمع بعض. اه ونديكم شوية مميزات مقابل انك تعمل الحاجات دي تحت العباء بتاعتنا. بمعنى انت اوريدي بتزور داي ارتام. طب ايه رأيك لو زورت داي ارتام دي تحت اسم شركة السعادة. وهديك ميزات واحد اين تلاتة. وهكذا. فهي بقت شركة لان هي شراكة في العمل. وشراكة في الخير اللي احنا بنعمله. ولو سمعت الاعلام بتاعنا هو شراكة في الخير. مش حاجة تانية. اه ليه بقى السعادة هي اكتر حاجة مغلوطة في الموضوع ده. الشركة دي تعمل ايه? تبيع سعادة. تعالوا نعمل عمل كويس. الناس بس مش تنزل تبارع بالدم وتنبسط عشان في حاجة تبسطها في اليوم. اه. فجات الفكرة في كده ان انت هتعمل حاجة كويسة وتنبسط منها. وبرضو مش تدفع. انت داخل كوميونتي عارف ان حادش يقول لك. هات. ولا هات جنيه دي مش تتعمل خالص. حط وانت بش. فمن هنا بقت شركة السعادة والكور بتاعها فكرة ان احنا هنعمل حاجات كويسة من غير ما نقول لناس هاتوا فلوس او اتفاع جنيه. احنا يعتبر اه بداية شركة السعادة خلال يوم الاتنين اللي جاي رسميا صح? خمستاشر تمانية نبدأ اول ايفانت لينا. اول ايفانت تعبار عن ايه بقى. الفكرة التسويقية بتاعت الايفانت كله ان انت بتتولد في الدنيا دي كأن حي. لكن عشان توصل لمرحلة الانسانية محتاج تشتغل على نفسك. ام. انت بتتولد زكر مش راجل. هكذا. هنوصل الفكرة عن طريق شوية اعمال خيرية وكل عمل خيري ليه فكرة تسويقية معينة بننشرها اما في البرامج اللي نطلع فيها. اما عالسوشيال ميديا. مال. اليوم الاول هيكون حملة التبرع بالدم. والفكرة التسويقية بتاعتها العطاء. العطاء هو الخط والقول عشان تكون انسان عشان تكون راجل اول حاجة لازم تعملها انك تدي. ام. اليوم التاني احنا ننظمين ايام لطيفة لاطفال الايتام في كزا مكان. والفكرة التسويقية بتاعتها المؤخية وخدنا له عنوان ان صاحب الكل حبيب الكل. صاحب الكل. حبيب الكل. واليوم التالت. وخدنا له على فكرة فكرة تسويقية ليه علاقة بالاباء والامهات. قلنا لهم كده ابنك لما يكبر هيفتكر ان ان انت ضربته مش هيفتكر اتضربته ليه. تدي ابنك فيه درس ويكون درسة قوي جدا. خلي بالك من الموضوع هذا. اليوم التالت دور مسنين. والفكرة بتاعتها ان الانسان اللي بجد او الراجل اللي بجد ينظر للامور نظرة صحيحة. تمام? اليوم الرابع مستشفيات سرطان وفكرتها الاحساس بالاخر. اليوم الخامس احد او ملاجئ الحيوانات. والفكرة بتاعتها ان انت ممكن يكون عندك فوبيا من حاجة. احنا عايز ولك احنا مش شغل جامل في ماضية دي. ممكن يكون عندك فوبيا من حاجة ممكن تكون بتخاف من حاجة بتخاف من الضلمة من مرتفعات من اي حاجة. لكن ده لا يعني ان انت تعادي الحاجة دي. بتخاف من الكلاب ده شيء منطقة جدا. لكن عداء الكلاب عداء الخلق عمتل مش لطيف ابدا. اه بتخاف منها يعني ما تأزهاش يعني. بتخاف منها تمام على عيني والرصي بس امشيش في الشواء. بالزبط اللي عنده قلم باتنين مليم يقولك ده قلمي ولو كسرته يعني تزعلني. تخيل بقى اللي عنده يعني لربنا خلق الخلق ده اكيد اللي زعل خلق ربنا ده شيء ما يرديش ربنا خالص. صحيح. صحيح. فمهم جدا احترام الحيوان من ادمية الانسان. لانه خلق زي زيك. اه تتكلم في خمس اه كده. ست ايام كده. ست ايام. اليوم الاخير حملة نظافة بعنوان نظافة صابونا بجنيه مش بدل ابي. نظافة. صابونا صابونا بجنيه مش بدل ابي. اه والله. امو في العرق. عارف يعني لكله مواطن بس عشو ما اقولش اسامي انواع يعني. ده تعملوا فيها تزولت وصابونا على الناس في المواصلات. لا لا هي حملة نظافة في الورف الاخرة هيتبع على الارض الواقع لكن الفكرة منها ان في ناس كتير جدا. بيلاك يا باش احنا غلابة احنا مش عافقل ايام هالموضوع مش غلابة وكده لو تتكلم. مالوش اي علاقة. خالص يعني انت ممكن نسوونا باتنين جنيه تزبط الدنيا. اه وتبقى بتشف وترف زي زبط يعني متاخدش بالحاجات اللي بيحصل. انت بتتكلم ان المدة الزمنية. ست يام لليفنت. ست يام متواصلة. بالزبط. يعني انت هتبتدي من يوم لاتنين. اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة. اه. بالزبط. سبت. اه. شغالي يوميا. يوميا بنعمل حاجة مختلفة. لا احنا هيبقى عندنا حاجة لطيفة جدا ان احنا هيبقى هيبقى البرنامج بيتابع معاك يوم بيوم. لان اصلا انت مثلا مش بتتكلم في ان ان انت هالنهاردة وبعد شهر هنعمل نكمل. لا ده انت شغال يوميا يا برينس. ده الزب. لازم نبقى معاك عاي زي نشر التغطية كده اللي بيحصل. بس احنا عندنا تلاتة خطط ماشيين مع بعض. الخطة الاولى ايفنت يوصل فكرة عشان نوصل لسعادة الحقيقية. يعني ايفنت ده هدفه الانسانية. لما تعيش انسان ده الخطوة اللي عشان تكون راجل. ايفنت الجاية ان شاء الله في شهر احداشر هيب الخطوة التانية عشان تكون انسان سعيد بجد. والسعادة دي تكون اسلوب حياة ان انت تطبق اللي بيتسمعه. يعني لو زمان لما حد علمك السواء سقطة بطريقة اللي قلت عليها والبست الحزان ما كنتش عملت حادثة. اه لو بابا قال لك صلي فاصلت زي ما قالك كنت عرفت ربنا وكانت حياتك بقت احسن. احنا مشكلتنا ان احنا متفاكرين ان العلم ده بتاع الجامعة وان بره بتاع الفهلوة. لو طبقت علم الجامعة بره هتعيش انسان سعيد. احنا مش بنتكلم عن سعادة مؤقتة واحد جاب لك هداية واحد عمل لك حاجة انا بتكلم على سعادة اسلوب حياة. اشوف الحاجة الحلوة في اي حاجة وحشة في حياتي. هي دي السعادة اللي هنتكلم فيها. فدي ستابتو وهاكزا. دي حاجة ماشيين فيها. الحاجة التانية اللي هنتمشي موازية للموضوع ده هي بعض الحملات الليها مختلفة. زي ما قلت لك مثلا احنا نوين نعمل يعني هنوفر كلاب للناس اللي ما عندهاش كلاب ونعمل زي بعض الناس ما بتعمل جاريات احنا نعمل جارية للكلاب بس. يعني دي هتب حاجات موازية. الحاجة التالتة الموازية هي بعض الحملات الليها زي مسلا ان احنا عندنا لو ربنا وفقنا وجيبنا لعشر تلاف كيس دم وده توفيق من عند ربنا اكيد. هنعلن حاملة مصر بيلا تجارة دم. حاملة مصر بيلا تجارة دم دي كصة تانية احنا انت عارف الناس اللي راح هتتبرع بالدم تبقاش الان انا دم يراح فيه. بزرطو احنا نزلنا على البيت جي حاجات من رئيس مركز تبرع الدم يا جماعة الدم بيروح ازاي واحنا عندنا احنا لو وصلنا للحاجات دي. لما الناس تطلب الدم وتلاقيه باحنا اخدنا ثقة الناس. عشان كده ان نفسينا ان احنا نوصل للعدد وده يعني توفيق من عند ربنا اكيد. خلييني اقول ان اه كل السادة المعلمين اللي سمعين اول يوم احنا المفروض كلنا نشارك في الست ايام اصلا. فالبداية هتكون يوم الاثنين الجاي دي حملة التبرع الدم. اللي ملحقش يتبرع معنا بالدم المرة اللي فاتت او احد سمعنا ويقدر يتبرع بالدم هتكون يوم الاثنين الجاي الساعة. عشرة الصباح. عشرة صباحا فين? اه اول اسم المول. عادي جدا. في طريق المطار. بالجوار يعني. من الساعة عشرة صباحا. نقعد لغاية خمسة ستة ولو يعني بقى في فرصة والناس بقت موجودا نكمل طبعا. فعاليات اليوم هتبقى يا انجو. يعني خلينا اعرف في يوم اللي هيجوا يتبرعه بالدم. المعلمين اللي سمعين عايزين يجوا يتبرعه بالدم. اوكي. في في سانساتي مول يوم الاتنين اللي جاي في شركة السعادة. هيجي ايه اللي هيحصل من الساعة. بس احنا مش يعني يعني عايزوا قلك ان اللي هيحصل ده هيحصل اكتر منه في المرات الجاية لكن احنا محكمين بمال لي رولز معينة. طبعا. فممكن مش كل حاجة. فله هيكون موجود بعض الشخصيات اللطيفة اللي ممكن الناس تصور معاها فيه حد اسم تجاري كبير جدا جدا. من غير ما نقول عليه. هتقول الشخصيات اللي هتكون موجودة. اه ممثلين. اه يريد. نقول ممثلين هتكون استاذ الهام شهين. استاذ هالة فاخر. اه مية عمر. هند رضا. اه خالد عليش. وان شاء الله احمد يونس يعني. ان شاء الله. اه. اه. وعندنا ملكات الجمال هيكونوا موجودين دونيا ودونيا حامد وهيب السيسي. فوزيا محمد. اه فوزيا محمد. انت متابع انت كتب. اه. نذاكرين يا بيشو. وان شاء الله يزيدوا يعني في انا فيه جبنسة حد بتهيق لي. اه تاتيانة حبشي. اه حسناء. الله الله. لا يا معلمين احنا نروح. احنا جماعة معا. الموضوع لازم اتراح يا جماعة. المراكبية. يعني حدا مش لازم نروح نشارك وجدانيا. نشارك يعني الموضوع فيه ناس لازم نروح نشارك هنسلم عليها حتى ونروح. يعني تاني. اه البداية هتكون يوم الاتنين الجاي. خلينا اه لكل اللي سمعين هنعيد على بسمائكم كل اللي حصل. بس يعني التفاصيل تاني. بس اه لو فيه صفحة فيسبوك او حاجة ناس عايزت تتابعك وتعرف تحركات اه شركة السعادة هتبقى ازاي? اه الصفحة لسه جديدة اسمها شركة السعادة بالعربي. فيها حاجات قليلة تلتميات حاجة زي كده عشان هي لسا عاملينها. وفيه ايفنت كان استاذ محمد صبح عمله شار فممكن يعني الناس وسط لنا اول حاجة عن طريق الايفنت استاذ محمد صبح اعلن عنه. بالعربي. اللي هو ده صح? اللي هو ده اه بالزبط كده. طيب شاركة اه العشان بس اللخبطة اللي تاهل مربوطة اللي هي عليها نقطتين والسعادة حطين على الهيه من نقطتين المفروض لغوية بتهقلي. مش السعادة اللي عملها. بتعلقه خالص. اللي عملها تنسى. يا جماعة احنا كده هننطلق لامن كل انا لازم نشاء انا عملت لايك اهو اول لايك يلا بينا. الفيج فيها اه فيها تلتمائة تسعة وتلاتين بس فاحنا معلمين ما شاء الله كتير. عايزين كل انا نشترك فيها دلوقتي الفيج على الفيسبوك اسمها شركة السعادة. اكتب شركة السعادة والتهي اللي في الاتنين شركة او السعادة اللي هي عليها نقطتين. في الله كل انا نضم تاني للبيج على الفيسبوك اسمها شركة السعادة علشان بيعمله افكار حلوة جدا. والبداية المرحلة الاولى يوم اه اسبوع كامل اول يوم تبرع بالدم. تاني يوم زيارة لدور الايتام. تالت يوم زيارة لدور المسنين. رابع يوم زيارة للمستشفيات الاورام. خامس يوم زيارة لملجأ او مستشفى لعلاج الحيوانات. سادس يوم حملة للنظافة. فافكار هي يعني افكار المعلمين وافكار اللي كلنا بنسع عليها. ولكن شركة السعادة عايزة تعمل ده شغلها الشاغل. في مرحلة كلنا نشاركهم اه بكل الاشكال الممكنة وهناعرف تاني التفاصيل. بس خلينا نروح فاصل نرجع تاني بفكاركو تاني. الفيج على الفيسبوك اسمها شركة السعادة. اعمل لها لايك وعمل لها شير علشان كل الناس تشارك لان احنا نتكلم في حاجة ايجابية حاجة حلوة حاجة كلنا عايزين نشارك ونكون جدعان في الشغل الحلو اللي بتعمله شركة كلام معلمين على راديو تسعين تسعين هاها مصري وانت المعلم وشركة السعادة شركة حلوة وفكرة جميلة لا تهدف للربح يا جماعة بس عشان كله يبقى عارف الموضوع مالوش اي مكاسب غير ان الناس تبقى جدعان والناس تتبسط والناس تساعد غيرها والزي ما يقولوا كده اللي يقدر يساعد حد يساعده اللي يقدر يساعد حد ويفرحه بشعار شركة السعادة لازم يعمل ده شركة السعادة صفحتها على فيسبوك يلا بينا هي صفحتهم الصفحة تبقى بقت فيها بالزبط كده واحنا بنتكلم يا معلمين بقى فيها 1637 الصفحة على فيسبوك بالعربي اسمها الشركة السعادة الشركة السعادة بس كده ويلا ننضم لها ومنفكر تاني المعلمين ان هي البداية الاولى بتاعتها على ست اعمال اخيرية اليوم الاول هيكون تبرعوا بالدم يوم الاتنين الجاي هيكون في سان ساتيمول من الساعة عشر صباحا لحد خمسة مساء اليوم الثاني زيارات لدور ايتام اليوم الثالث زيارات لدور مسنين اليوم الرابع زيارات لمستشفيات الاورام اليوم الخامس زيارات لملاجأ ومستشفيات خاصة بعلاج الحيوانات اليوم الاخير هيكون نظافة طيب احنا عرفنا اليوم الاولاني اللي عايز هيشارك من الساعة عشر لساعة خمسة هييجي فين طيب انا مثلا نحمس الناس ونقول ان احنا نعمل سحب على زراعة اسنان مجانا وطويض اسنان بليزر مجانا ما فيش سحب على ايس كريم جيمو كونو الناس اللي هتيجي كل الناس اللي هتتبرع بالدم هتخش سحب على زراعة أسنان مجاناً تلاتين زرعة وتلاتين طبيض أسنان مجاناً هنكسبهم للناس على مدار ست شهور كل شهر ناخد خمسة وخمسة لا 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 استنوا واحد واحدة يعني فيه سحب يا معلمين يعني انت هتروح تسعت غيرك وفيه فرصة يعني اهو تتبسط بإنك بتعمل خير طبعاً وفيه هدية يعني هيبقى فيه سحب على التلاتين واحدة هيتعمل لهم زراعة أسنان أو طبيض أسنان ده بالنسبة لأول يوم اللي هو بتاع التبرع بالدم بالضبط أنا بقى يعني واحد بقى سمعك وأنا مش أنا مش أنا درعت بالدم وش عايزة يجي عايزة يجي بقى مثلاً اليوم الثاني اللي هيبقى يوم الثلاث احنا عايزين بس نقول التواريخ يا أندرو لو سمحت 16-8 احنا بنتكلم يوم التبرع بالدم وموافق 15-8 يوم 16-8 ده هيكون زيارات دور أيتام بالضبط هاجي فين ورح لوكو فين وأقول لك فين موضوع يمشي إزاي إحنا عند الوقت عندنا كزا جامعة خاصة كل جامعة منظمة عدد من جايبة دور عدد دور من الأيتام وعمل لهم في مكان في داخل المكان معين لا مش داخل المكان بيه إحنا ناخدين شوية في حضائق معينة عشان بس الموضوع مبقاش كبير أوي بعض الحضائق في القاهرة آآ من جامعية نشر دور في حديقة في مديد ناصر ونشر دور في حديقة طب أنتو هتكتبوا ده مثلاً على البيج مثلاً لو حد بس أقول لك حاجة الموضوع مش إزاي في الفترة الأخيرة وإحنا مش نكملين به إحنا كنا الأول متخنس وإحنا تبقى حبة قوي في كنا عاملين زي جوجل فورم الناس تعمل فيها اسمها وإحنا نكلم الناس نقول لهم تعملنا في المكان الفلاني تمام؟ الصفحة زادت 1200 موضوع في ناس اللي عايز شارك هيبعت لنا يقول لنا عايز شارك في اليوم ده ويسيب رقمه حد من البي آر هيكلمه هيقول له أنت هتكون مع الفنان الفلاني مع الكلاب الفلاني عشان نقدر نحكم المكان لأن انت عندك مثلا 500 واحد يعني عايز يعني لو أنا سمعك وعايز مثلا أشارك في زيارات دور الأيتام بزاق أبعت رسالة على الصفحة وأقول أنا عايز أشارك في يوم كذا في يوم كذا بس ويسيب رقمك حد من العلاقات العامة تعرف الخطوة اللي جاي لازم تعمل احنا كنا عاملين بس الموضوع ما بقاش قبل كابل في الوضع اللي احنا كنا فيه حقيقة يعني بس هو هيفيد وهيسهل وهينظم وهتبقى الدنيا منظمة 22 وحش علاقات عامة يلا يوحوش يكلموا وصل كلها يبقى تاني اللي عايز يشترك في حملة التبرع بالدم احنا قلنا المعاد والكل حاجة بالتفصيل لكن لو عايز تشترك في اليوم التاني الموافق 16-8 زيارات لدور أيتام كل اللي عليك انك هتدخل على الصفحة الخاصة بشركة سعادة على الفيسبوك الصفحة اسمها شركة السعادة بالعربي شركة السعادة هنقول بس العدد كان بالزبط عشان ما تتلخبطش في اي صفحة تانية بتحمل نفس الاسم هي شركة السعادة وتهتلاقي تحتها مكتوب نؤمن نستطيع الصفحة فيها دلوقتي 2021 هايزو لك نؤمن نستطيع ده ليه كسة برضو طب خلينا بس عشان نقول للناس اللي اشترك ازاي هتدخل على الصفحة وتبعت رسالة للصفحة وتكتب انا عايز اشترك في يوم زيارات دور الأيتام او عايز اشترك اليوم الثالث 17-8 هيبقى زيارات دور مسنين هتقول عايز اشترك في يوم زيارات دور المسنين اليوم الرابع زيارات لمستشفيات الأورام هيبقى الموافق 18-8 هتبعت ميسج للبيج وهتقول انا عايز اشترك في زيارات مستشفيات الأورام يوم 19-8 هيبقى اليوم الخامس زيارات لملجأ ومستشفيات الحيوانات لان فيها حاجة حلوة جدا فكرة الرفق بالحيوانات وتعلم الرحمة بالحيوانات ده مهم جدا ان احنا نشارك فيه للي حابب يوم 19-8 برضو هتبعت قبلها طبعا بونده كافية احنا لسه بنتكلم في النهار ده 10-8 هتبعت ميسج ورسالة على الفيسبوك على صفحة شركة سعادة على الفيسبوك تقول عايز اشترك في زيارة مالجأ ومستشفى العلاج الحيوانات او في يوم الحيوانات اخر يوم هيبقى حملة نظافة وده انا شايفه من اهم الايام هم كلهم مهمين جدا اليوم ده مهمة برضو جدا هيبقى الموافق 20-8 هتبعت برضو رسالة وتقول عايز اشترك في حملة النظافة يبقى الجدول تاني لشركة سعادة هيكون يوم 10-8 تبرع بالدم يوم 15-8 تبرع بالدم 16-8 زيارات لدور الايتام 17-8 زيارات لدور المسنين 18-8 زيارات لمستشفى الاورام 19-8 زيارات لمالجأ او مستشفى العلاج الحيوانات 20-8 اليوم الاخير هيبقى حملة النظافة حملة 6 حملات مهمين جدا بيجمعوا كل مفهوم الخير والتكافل والمساعدات والسعادة من خلال شركة السعادة ارجع تاني لصاحب الفكرة ومؤسس شركة السعادة استاذ اندرو وجدي واندرو انتوا عايزين ايه من الفكرة كلها في الاخر بقى عايزين ايه حاجات كتير يعني كل برنامج هنستمر فيه عايزين ننهي القضية اللي احنا اشتغلنا فيها يعني مصر بيولة تجارة دم بتهيالي ده مهم كلنا ممكن ندوق من كاس ده فيهم فكويس انك تعمل لاخرتك يعني لو كنا بنتكلم على مراحل انسانية فكويس جدا ان انت يكون عندك هدف في حياتك حاجة انت عايش لها الانسان اللي عايش ما عندوش هدف بتهيالي ناصه كتير جدا كويس ان انت تحط حاجة قدامك رمز وتجري وراها فاحنا كلنا لما حتى بدأنا موضوع نقم ان نستطيع ده كان السلوجين وعايز اقولك احنا بدأنا بالموضوع ده يعني التيم اللي بدأ نفكر قبل ما نكلم الجامعات وكده قولنا عايزين نحط لهم حاجة يفهموا منها ممكن مش من اول مرة ممكن مش من تاني مرة ممكن مش من تالت مرة لكن لما انت مصدق بالحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها هتوصل نوع من وصل لمرحلة ان كل الناس متحقق مفهوم شركة السعادة بص الخير بيعدي زي ما الشر بيعدي يعني الاب اللي بيصلي قدام ابنه ابنه طلع يصلي واللي صحي من انهم لأ بابا بيزعق وبيعمل حاجات غريبة بيطلع يزعق فالخير بيعدي زي ما الشارع بيعدي حلو جدا ان الناس تبدل تعمل خير وان هي يعني تشجع بعضها تعمل لانه وان دي هي كل ناس هتتعدي وكلنا عايزين نعمل زيه واصلا هو عمل حاجة حلوة انا مؤمن بالموضوع ده جدا جدا اندرو بتستهدفه فئة عمرية معينة ولا نفسك كل الاعمار تشارك انا نفسي كل الاعمار تشارك لكن انا كان نفسي اللي يشتغلوا في الموضوع اللي ينفزوا الموضوع هم الشباب عشان كده كلمنا الجماعات لان هما دول اللي ممكن يغيروا بكرة بتهيقلي ان الكبار هو عنده فكرة وبيدافع عنها انا مؤمن بحاجة وشغال عليها ومعظم الناس كل واحد ليه توجه بطريقة معينة لكن اللي تقدر تاخد وتدي معاه هو الانسان الصغير اللي لسه بيكون افكار اللي لسه بيكون تمحاطه تقدر تقول له مش ده احسن طب توريله الفرق طب توريله اجيال تقدر تاخد وتدي معاه يعني ما بعد الستة ايام هل هيبقى الاعادة تانية او العودة تانية للفكرة بافكار مختلفة تماما ولا وارد لا نهتم اكتر بالمسنين وارد موضوع الدم ده يستمر يعني مثلا حملات الدم دايما بتبقى كل تلات شهور طب ممكن تخلي فيه حاجات ثوابت في شركة السعادة غير قبلة للتغيير ويبقى فيه اضافات ولا لا انا كل مرة هطلع بفكرة جديدة خالص بس ثوابت شركة السعادة الموضوع احنا عامليه حسابنا لبعد الايفنت ده نبتل نفتح المتطوعين اكتر ونعرفهم بينا اكتر وكده بس الناس تكون جرابتنا على ارض الواقع فيه حاجات هدفنا الماشيين بيها على مدى طويل جدا هي حملة النظافة وحملة الرفق بالحيوان ومصر بيلا تجارة دم مصر بيلا تجارة دم دي فيجن مدروسة جدا هنقدمها للناس الشركاء بتوعنا ان احنا ازاي نقدر بالاركام بطريقة محترمة جدا نجيب الدم ونوصله للدم من غير منهين الناس ولو هم بيتبرع ولو هم بيستفاد يعني احنا عايزين نقلب حملة تجارة الدم من هي كورسي ودكتور بيشك الى ان هي مهرجان حلوة ومناسبة لطيفة مستنينها عشان ننزل ننبسط حملة النظافة عندنا فيجن ان احنا نمسك الشوارع الطويلة جدا يعني مثلا تخيل همسك من الحجاز لغاية اخر ركسي وامتداد يعني فيهم حاجة كده نقدر نسبت نفسنا بيها ونحط اللمسات بتاعتنا هل حملة زي حملة النظافة هيجي الوقت ان انت تقولي انا هنزل عشوائيات هنزل المحافظات اقول لك سير احنا لغاية النهاردة الهيئة الهندسية بقالها ثلاث شهور بتدوخنا عشان يدونا تصريح احنا بقالنا ثلاث شهور يوميا فعني انا معنديش منها نعمل كل حاجة ومش عايزين حاجة من اي حد احنا بس عايزين الناس تقولنا ايه محتاج الناس يعني يساعدونا اجراءات مش اكبر بالزبط انا فعلا مش حاجز حاجة من الحكومة خالص انا فعلا مش بقولهم ولا ادفعوا حاجة ولا بتاع بلاي عكس انا بقولهم يعني الحديقة اللي احنا عايزين ننزل نعملها دي اه مقفولة من الفين وعشرة او من الفين وتسعة وكانت التذكرة بتاعتها بجنيه دلوقتي عارف دلوقتي هتوالبين مننا ايه ان هو يقول لك القرار اللي جالنا ان هي غير مؤهلة ان هي تتفتح تاني بالوضع الحالي احنا نهدها ونعملها سبع بوابات ونعملها من جديد تكلفة كانت ستين الف جنيه دلوقتي بيكلمني في مصف مليون جنيه اللي هو يعني انا عشان عشان هعمل الايفنت ده انت عايزني يعني شيبها ابني حاجة من اول وجديد اه تخطيط من جديد بقى وعشان مش مؤهلة وصلها هتقفرت وحوارات غريبة الروتين البرقاطية سيء جدا بس ده مش معناه ان انتوا هتبطلوا مش معناه ان الشركة شركة سعادة هتقف انتوا اخترتوا اسمه حلو جدا واخترتوا رموز حلوة جدا انا شايف انها ناس كلها ليها حتى لو ملهمش دور في العمل المجتمعي لكن ليهم جمهور بيحبهم وانتوا شدتوهم للحتة دي فا اكيد هيكملوا كمان ان شاء الله ان شاء الله نمرهين عن الناس اندرو انت شرفتيني وانا بحي شركة سعادة وكل الناس اللي معاك وربنا يدي معاك السعادة انا انبساطة انا كنت معاك جدا وهحمسك انك تيجي معنا الاسباح الجاي ايز رشوة في سن دم ودمره ما تنسوش البداية هتكون يوم الاثنين الجاي واسمحولنا احنا هيبقى عندنا حاجة زي نشرة يومية كده هناخدها من اندرو يوميا نعرف ايه اللي بيحصل هصل ايه حقق نقد ايه لان الفكرة هي ده الفكرة الايجابي اللي لازم كلنا نوقف في ظهره ان شاء الله صفحة شركة سعادة على الفيسبوك فيها دلوقتي 2373 عايزين لا اكتر من كده المعلمين كلهم ينضموا على القلم اللي هشير عندك على البروفايل عندك علشان ينضم ويبقى اكتر شركاء سعادة وكتير جدا الصفحة على الفيسبوك بالعربي اسمها شركة سعادة كان ضفنا الكريم استاد اندرو وجدي صاحب فكرة ومؤسس شركة السعادة وانا متأكد ان الده اللي قال اولاني بس احنا لينا اعداد كدير ان شاء الله اكيد 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 ان شاء الله شرفتني سليكم معنا لسه معلمين في كلام معلمين عن راديو 9090 هوا مصري وفكر كل اللي عايز يشارك في المحطة اللي جاية الخاصة على شرف المعلمين الكورس اللي هيكون هدية من كلام معلمين في عيد ميلاد كلام معلمين بمرور عام هتكتب كلمتين بس هتكتب راديو 9090 وتبعتها في اسمها سعر 199 هتدخل على صفحاتنا على الفيسبوك راديو 9090 وتكتب كماند براديو 9090 او على انستجرام راديو 9090 برضو هتكتب راديو 9090 وهكذا وهكذا وهكذا